هادي اخت فاضلة. اوكي. كافير مغربي. نسولك سؤال درني فراسي منشحال منشحال. اوكي. متافقين كأنبياء كدبو. متافقين كأنبياء كدبو. هادي باينة من الفاكانس. أنبياء كدبو وكانو كيخدمو. لغ انتغي برسو. ما نرمال من علاش غايقول لك صلي وصوم اتساترا. اش غايستفد هو الى انت صليتي ولا صمتي ولا غسلتي الشيق الدرواء قبل من الشيق قوش ولا مشيتي للحج. اش غايستفد نبيه الى احنا درنا هادش. دونك الى هو كيقلب على المصلح على مصلحتو. الله غايفرضو علينا. علاش غايفرضو علينا? وهو ما غايستفد والو وخنديرو. وخنديروه. بليز. نو. بغيت جواب سيلفو بلاي. اوكي. شكرا لاخت سيهام واجوت عينيك. الاخت سيهام اه. هو غي شوية لان الباح كان قطعا نكمل شوية روك للكافر ومن بعد من بعد نولي داوي خاوي. هاد السؤال هادا كانت اصطرحش حال من المرة وعطيت بعض الا بعض الا يعني بعض النفاحات ديال شبه شبه اجويب عليه. لان المشكلة في هاد الامور هدي كاملة هو انه نحنا ما كناش عايشين وسط الراس ديال الرسول. هذا هو البروبليم. يعني ما ما تقدرش تجزم مئة بالمئة شنو كان في الراس ديال الرسول. ما عدناش عتاني نصوص اللي تقدر تعطينا واحد الجواب جواب صريح على شنو النية ديال الرسول ولا الانبياء في واحد الحاجة شرعوها ولدالوها. هدي من جهة. فاذا غادي نكونوا للاسف غير تنستنتجو. فمن الاستنتاجات اللي اه اكيد انها اكثر منطقية من ان ركاين واحد سيد في السماح هاضينا. يعني مسائل اقرب للواقع. هو نجيو اولا نشوفو نشوفو اه مسألة الصيام والصالة اللي هدرت إليها. اولا الصيام والصالة تشرعوا من بعد. يعني تشرعوا واحد لمدة طويلة من بعد. الصالة تشرعت في 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 عام الهجرة قريبا. والصيام تشرعوا من بعد. يعني يعني اصلا تلتاشر سانة ديال مكة. تلتاشر سانة ديال مكة. وما كيلا صلاة لا صوم. يعني كون كانت صوم وصلاة عندهم شي شي. الرسول الرسول صامت تسع سنين. الرسول صامت تسع سنين من اصل ثلاثة وعشرين سانة. يعني انتي ولا انت انا صامت اكتر من الرسول. فاذا لو كان كانت الصلاة بدك القيمة في الاول في مكة ولا بدك. بالعكس مكة اللي كان خست يكون فيها الصلاة. مكة. علش مكة مكانش فيها الصلاة. يا كانوا غير مجموعين في دار الارقام تهيدا. شنو كانوا تديروا تلعبوا. فمكة اللي مكة اللي مكة تكون فيها الصلاة والصوم والعبادة. فمشاو مين مشاو المدينة. هاد تحول الامر. هنا نشوفوا علش تحول الامر. يعني استنتاجات طبعا معدناش تي حاجة يعني قاطعة فهذا الامر هذا. اولا هاد الناس هادو. الناس هادو هاد اللي تي تسموا انبياء. مخصناش ديما نفكروا فيهم انهم هما عارفين راسهم تي كذبوه شفارة وتي سرقوه. را ماشي الناس كلهم بحلقة. سير اليوم في الفين وسبعتاش. تتلقى دوكلي ساكت ديال هادوة. وتتلقى ان هادك متيق راسه. يعني الشف الكبير ديالو متيق راسه بانه عندي شي خط معه شي إيلاء. عنه تي شطح جنون. عنه تي دير شي حاله. هو متيق. را ماتي حش براسه بانه تي كذب. را ممكن جدا ان الرسول را تي سحب راسول دك شي اللي تي دير بالصح. تي قل هالواسات اللي تي جيه. تي صحاب راسول دك الصرع اللي تي جيه. تي حسب راسورة انه وبالصح. تي من تتكمي شي 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 وصخ. تتكمي شي وصخ. وتي بدأ يجيوك هالواسات وتتشوف. هادك تلطيق. يبلك شي بي بي تي هضر معاك. يبلك شي طلع تفوك شي نجما ولا شي حاجة جي تبلا تعود لهم. تقول لهم رهاني نعاس وجاع عندي واحد الحمار فيه الجناح وركبت عليه. وطار بيا لسماء. وشفت تلاقي التمم مع الانبياء. وسيدرت المنتهى. وهضرت مع الله. وقال لي الصلاة. وهبطت عند موسى. وتشطرت مع الله. شحال من صلاة. ورد دوم خمسة الصلاوات من بعد ما كانوا خمسين. ودبها انا رجعت فوق الحمار. يعني هاد هاد المسائل تقدر تكون هالواسات. طبعا ما شافت واحد ما كي لا دليل علاء للتشهر. اذا هاد السيد هادر من رهما شي هو. بالضرورة انه اه انه اه كداب. وعارف راسه تكدب. وباغي المصالح دياله. ماشي بالضرورة. ماشي بالضرورة. يقدر يكون هو فعلان متيق. متيق لدرجة انه تيدير شي فضايح. بحال هادو كان عطاك مثال. دوك اللي اه اللي كانوا تيتسنو الصحون طائرة جديهم. مش نسميتهم? ديك الجماعة اللي كانوا تيتسنو الصحون طائرة غادي جديهم. مش هتلي اسميتهم. اه ماشي دافيد. اه رايي اللي هما هادو. اللي كانوا حرقوا راسهم. حرقوا راسهم كاملين. يعني ستظن ان واحد غادي حرق راسهم ممتيقش. هو رايي اللي ما هادو. اوكي. فاللي اللي حرق راسوه راه راه متيق. راه الشف ديالهم متيق. انه غادي حرقوا راسهم وغادي هاد. فمحمده لا تنظن كان امتيق دياله الواسط اللي تقول. راه ماشي شي حاجة يعني. راه ماشي ازعم ما هو. اذا مسألة ديال انه فرض. راه ممكن انه فعلا فرض ديالشي اعتقادا منه انه راه بالصح. انه فعلا راسية مصالة ديالشي. نجو دابل واحد لمنحة اخر. ممشو المسلمين اللي مدينة؟ بدات الدولة العسكرية ديال المسلمين. بدات بلاد تكساعة عند المسلمين دولة. فمكة مكانش عندهم دولة. فمشو المدينة السود دولة. فالدولة الاسلامية اللي هي في حالة طوارئ دائمة. لان الرسول والصحابة كانوا في غزوات وكانوا في معارك وحروب بشكل مستمر. مكانش عندهم اوقات ديال السلم. كانت غزوة مرغزوة 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 والهجوم على القوافيل والروينة نايدة. فكانوا في واحد الحالة ديال الاستنفار نعم حالة ديال الطوارئ دائمة. دائمة يعني ديما عندوش على البولة حمراء. ففي حالة الطوارئ خاصك تكون تتعرف الصغيرة والكبيرة. تكون حاضي. تكون مزير الناس اللي معاك لين القضية حامدة. بحال واحد ديكتاتور في حالة ديال في واحد الحالة ديال الجود. يال انقلابات ودك شي كيفاش يكون. شي حاضي شي. فين هادة فين بشي هادة علش ترتيهاديش كون كتب هادة كل شي حاضي شي. فهدي الدولة ديال الرسول كانت بحالة هكا. فعادي جدا ومنطيقي جدا ان الرسول بغي يشوف كل واحد يشوفه في الجامع خمسة دلمرات في النار. انا كنت الرسول نديرها. هادي فكرة جيدة. اتجي وربكم خمسة دلمرات نشوفكم. باش تا واحد ما يمشي يمشي يهرب القرائش ولا يمشي يتعاون مع الخوانات واللي يدير شي حاجة. اهنا نشوفكم. تتجيوا هنا ونشوفكم. زيد على هذا انه كانت المسجد كان بحالة واحد تلقى القشلة. المسجد كان بحالة القشلة عسكرية. كان بحالة واحد ذاك البيروف انتي يصوبوا الخطاط وذلك شي. على فين غادي هادة روح للحرب. فين غادي يدير. ورا في ما تكون في المسجد احسن بلاسة. فين غادي تهيج الناس. فين غادي تموبيليزي العسكر. فين غادي بحالتها كنا باش تدير. اذا هادة مسألة ديال انك تتفرض صلاة داك شي. اراها مسألة منطقية ماشي 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 غريبة انك تدير هذه المسائلة ديال. لدرجة انك هنا احاديث اللي تتبين بان الرسول طلع عليه. دم انك هنا شي ناس ما تيجيوش يصليو في الجامع. فقال لك قال لك اه تيقول في واحد الحديث شويون مشي نحرق عليهم الديور ديالهم. شويون مشي نحرق عليهم الديور ديالهم. بدرجة انه رخص فهمت تيهددهم. يا كين حديث. يعني خصوم يجيو. خصوم يجيو الهادي. نعم تلعما. العما اللي يجا قل ليه انا عما واش هادي قل ليه قل ليه قل ليه ادليه. ادليه انه ليه نعمة. فالسيد غادي هو يتفكر الرسول قل لك بالله تياد العما يقدر لنا عام رفخاوية. ويعيط ليه قل ليه والعمة. دار العما قل ليه واش تتسمع الادان قل ليه تنسمعه قل ليه تجيك. يدر لي عام رفخاوية. المهم العما تبس كينتا واخصو يجي ما اكيش ليه تزقل. فلانه واحد الوضع الوضع صعيب. الوضع صعيب. الوضع السياسي صعيب. فعادي جدا انه يكون واحد السيطرة وادي. اه نزيدوا المسألة ديال اهوي بيت قوي. نزيدوا المسألة الاخرى ديال انه. بس عرف نحنا يا انه الراسل كانت يصوم. بس عرفت يا انتي. يلا. يقدر يكون هاد السيد هذا. اه تيفرض على الناس. لان تا هيتلر كانت يفرض على الناس واحد الاشياء اللي صعيبة. وماشي بالضرورة هو يديرها. عادي. يعني يقدر هو يفرض عليك الدكتاتور يقدر يفرض عليك شي حاجة. وماشي بالضرورة هو يديرها. وما تيقول لك الاحاديث انه كانت يصلي للكامل حتى تتفكر قدمه. ومن بعد تيقول لك عنده القوة ديال ربعين عود. وتي تيطف على النساء ديالو. في الساعة الواحدة من الليل والنهات يجزع لهم كاملين بيغوث الواحد. فمع ارشانه واش كانت تتفطر الأقدام ديالو. وكانت تيجامع النسوة ديالو. يعني كين بزاف ديال المسائيل اللي في الشك. فهدشي كامل اللي اعطيتك الأخت المبارقة هو استنتاجات فقط. لان ما عندناش حنا شي حاجة شي حاجة يعني يعني يقينية انه دخلنا في العقل للرسول ولا عندناش رواية اللي تتتقول لاد المعلومات اللي محتاجينها. غير هو واي لا اركز تيفاد شي كامل اللي قلت. وقارنته تمع النس داب اللي تيصنعوا اديان و تيصنعوا ديالساكت وذلك شي غادي تتلقي نفس السيستام. والعاجب في الامر اللي شوية مضحك هو وانا ديما من تتلقي رئيس ديالساكت تتعطير راسه واحد تتبرع راسه. لاحظو. تتبرع راسه. تتلقي ديما عنده فوالة عنده دي برميسيون لما عندش الناس الاخرين. بحل الرسول يعني من خصوصيات الرسول. انه يجوش كتر من الربعاء. انه اللي وهبت له راس هاي. عنده ديك فوالة. فهذا تتبشي ديك ليسكت تتلقاش واحد طالق عليهم مش شعرته هو. وتقول لهم انا هو عيسى جديد. بحل هادك اليسوع اللي بان فروسيا. هاد اليسوع بان فروسيا مدور عليه البلونداته ديك شي ومدبر على راسه. فنفس الشي كاملين بيغوث لواحد. فما عارشان اوش كانت تتفطر الاقدام دياله ولا كانت يجامع النسوة دياله. يعني كين بزاف ديال المسائيل اللي فيها الشك. فهد شي كامل اللي اعطيتك الاخت المباركة هو استنتاجات فقط. لان ما عندناش حنا شي حاجة. شي حاجة يعني يعني يقينية انه دخلنا في العقل للرسول ولا عندناش رواية اللي تتقول هذه المعلومات اللي محتاجينها. غير هو اللي استفاد شي كامل اللي قلت. وقارنته تم عالناس داب اللي تي صنعوا اديان و تي صنعوا دي ساكت ودك شي غادي تتلقاي نفس السيستام. والعاجيب في الامر اللي شوية مضحك. هو انه ديما منتد القى رائس ديالشي ساكت. تيعطي الراسو واحد تبرع راسو. لاحطوه. تبرع راسو. تتلقى ديما عندو فوالة عندو. عندو دي بيرميسيون اللي ما عنش الناس الاخرين. بحل الرسول. يعني من خصوصيات الرسول. انه يجوش كتر من الربعة. انه اللي وهبت لي راس هاي. ما فعندو ديك فوالة. فتتبشيدوا كليسيك تتلقاشي واحد طالق عليه مش شعرته هو. وتيقول لهم انا هو عيسى جديد. بحل هادك اليسوع اللي بان فروسيا. هاد اليسوع بان فروسيا مدور عليه البلوندات ودك شي ومدبر على راسو. موسيقى موسيقى